شرطة خدمة المجتمع أداء مهامها في إنفاذ القانون من منطلق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفي ارتداء الكمامة وكذلك من لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي يعد إنفاذ القانون أحد المقومات الأساسية في تعزيز الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا وبعد مرحلة من التوعية وتعريف الجمهور بالإجراءات الواجبة بدأت شرطة خدمة المجتمع مباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتعمدون عدم ارتداء الكمام أثناء تواجدهم في الأماكن العامة والمحلات التجارية فيما زاد عدد المخالفات التي تم تحريرها للمخالفين عن 74 مخالفة في رسالة تؤكد للجميع أن الالتزام هو حماية للفرد نفسه وحماية للمجتمع كما يتم مراقبة الإجراءات المعمول بها داخل المحلات التجارية والتركيز على مبدأ التباعد الاجتماعي والسماح بدخول أعداد محددة للتسوق أو الحصول على خدمة معينة بما لا يسمح بوجود أي شكل من أشكال الازدحام عزيزي المواطن والمقيم إن التزامك بالإجراءات والتدابير الموضوع بكل دقة هو الطريق لأمانك وسلامتك وهو الطريق الأمثل للخروج من أزمة كورونا فلا علاج إلا بالالتزام وأن تظل في منزلك ولا تغادره إلا للضرورة ولذا نرجو الالتزام وتمنياتنا بالسلامة للجميع